من العادات المصاحبة لشهر رمضان الكريم لدى التونسيين الإقبال على سوق النحاس أو ما يعرف بسوق النحاسين في قلب المدينة العتيقة بين سوق الجرانا ونهج القصبة في العاصمة التونسية حيث يشهد السوق حركة ناشطة مع توافذ المواطنين للقيام بعملية طبيض للأواني النحاسية يجيبوا ويقذروا ويشريوا ويطبقوا ويشريوا الواحد ويشريوا المغفور والتنجرة والكروهانة ثم عائلات مزلوا مضبطة على العادات ما عندوش مضعفات جملة نحاس كيف في التعب ولا في الشراب ولا في الواحد مشكلة ينقصوا لي من يوم واحد ما عندوش مضعفات وكل خاصة يبدأ مقذر ونضيف ليس ببعيد عن دكاكين العرض والطرقي اختار زهير ابن مدينة القيرواني هذا المشغل المتواضع ليمارس حرفة قصدير التي تعلمها من عائلة قيروانية عريقة منذ ما يزيد عن عقدين ولأن النحاس يحتاج إلى جهد كبير في تنظيفه وسخونته الشديدة تحتاج إلى قدرة هائلة على الاحتمال يوضح زهير أن فئة الشباب تعزف عن ممارسة هذه المهنة التقليدية الشاقة لكنه كعاشق للنحاسي مستمر في ذلك مهما كلف الأمر مكروانا مشرف 90 دينار مستخدما المترقة والنارة والقصدير والنشادر والقطن والمياه الباردة يحاول زهير إعادة الشكل والألوان الطبيعية للأواني النحاسية غير مبالم بسواد كفيه ولا بحرارة المشغل وما تنزلنش عليها العادة هذه قاعدنا على طول وشاء الله وشاء الله فهم كده نوريوها الأصل لأولادنا والأولاد أولادنا فهم كده مش ينزعل من ولادك وشاء الله ربي سهل يصف زهير عمله بأنه يشبه عمل الفنانين الذين يقومون بإصلاح اللوحات الفنية القديمة ويرى أن عملت قصدير قد يستغرق الساعات لإنهاء إصلاح التلف في الآنية التي من الممكن أن تكون متروكة لأشهر إلى أن أكلها الصدأ قصدير النحاس مهنة تحاول أن تصمد في وجه التطور الذي يأتغى على عالم صناعة الأواني المنزلية فأخذ مكانه ستانلس والألومنيوم وغيره من المعادن الأرخص ثمنا والأكثر سهولة في التنظيف لكن اللافتة في شهر رمضان تحديدا أن عددا كبيرا من العائلات التونسية تقبل على شراء أو طبيض الأواني النحاسية من قدور وأباريق ودلات القهوة والتي تحفظ القيمة الغذائية للطعام أميمة بن خلاف المشهد تونس